اهلا بكم هذا يوم هام من الغاية خلينا اقولكم ان احنا بنعمل حاجات كتير تضر بعيوننا يعني فيه دراسات بتقول ان فيه بعض التصرفات اليومية قد تضر به النظر ضرمة كبيرة منها الجلوس قدام التلفزيون لفترات طويلة او قدام الحاسب للفترة طويلة الكلام ده يعني مشهوق في امره لكن خلينا نمشي معا الكلام كمان القلة الرمش ان الواحد ما يرمشي بشكل متكرر برضو ده شيء بيأثر على النظر قلة النوم وجدوا علاقة بين قلة النوم والنظر الاهم بقى لبس العدسات اللصقة لبس العدسات اللصقة وجدوا انه ممكن يأثر بشكل كبير جدا على القدرة على الابصار لانه ممكن مع الوقت يدور القرنية ضرر كبيرا قد يكون هذا الضرر حد للغاية العدسات اللصقة تحمل في طياتها قم بنا موقوتة يا جماعة الناس كمان اللي بتلبس العدسات اللصقة دي للتجميل انا شايف ان هم بيهرجوا تهريج خاطل يعني تهريج مخيف اللي هو انا عايزة اغير لون عناية فبخليها من البني للازرق او من مش عارف ايه للاخضر يا سيدي العدسات اللصقة دي حاجة يعني خطيرة جدا ولازم لها عناية ودقة وطبعا الناس اللي بتلبسها في العربية وهي ماشية ومش عارف ايه كلام ده كله في المنطقة الخطورة لازم ناخد بالنا جدا واحنا بنتعامل مع هذه القنبلة الموقوتة اللي اسمها العدسة اللاصقة لكن تبقى قدرة الابصار نعمة كبيرة جدا وضعف الابصار يعتبر شيء لازم نحن نقف قدامه وننظر كيف اعطى الله سبحانه وتعالى العلم هذه المقدرة الرائعة جدا عشان يصحح الابصار تصحيح الابصار والتعامل مع مشاكل الابصار النهاردة يوم شديد الاهمية مع ضيف شديد الاهمية الحقيقة اضاف لنا الكثير جدا اللي وجوده معنا وكانت نقلة نوعية كبيرة جدا انه اكاديمي مهم جدا يظهر الاعلام سقف الكثير جدا وعدل كثير من المفاهيم الخاطئ حول ضعف الابصار وحول المياه البيضاء وحول مشاكل القرنية قدم الكثير للاعلام الطبي واعتقد انه ما شاء الله ما زال يقدم الكثير للعمل الاكاديمي العمل الكلينيكي وايضا للاعلام الطبي في عالم الملوم القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير واحد من سوبرستار البرنامج وسوبرستارز الاعلام وسوبرستارز العمل في عالم العيون لأساس الدكتور أحمد عدسان تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إي حق انه عنده حوال لكنه ما عندهش حوال هل الليزر السطحي ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي ما ينسبهاش الليزك الناس لسه بعدها ثقافة التفريق بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي ما يبيضه بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ما يبيضه فيه نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح الإبصار والمياه البيضاء وجراحات المياه البيضاء ده كان مؤتمر يعتبر مؤتمر كبير جدا بمؤتمر دولي بيحضروا كافة الأطباء وجراحين العيون على مستوى العالم هو القوة المؤتمر إنه هو مركز أساساً في المياه البيضاء والجديد في جراحات المياه البيضاء وعمليات إصلاح عيوب الإبصار زي الليزك أو زرع عدسات أو أي عمليات تانية لإصلاح عيوب الإبصار فتركيز الناس كلها اللي هي بتحب تشتغل في الجزء ده تحديداً بيحصل يعني معظم الجراحين بيحبوا ويرتادوا هذا المؤتمر انت جبتوا شهادة دي دي الشهادة دي شهادة الإنجاز دي من الجمعية الأمريكية لطبه جراحة العيون ممكن لها الشرف طبعاً يعني تشرف إنه هو يعني من الدكاتر اللي هو يحصله على هذه الشهادة في سنة 2017 لـ 2017 دي حاجة رائعة جداً جداً دي يعني تساوي شهادة الإيجادة أو شهادة الجودة بالزبط سرتفكات بالجودة هروح للمياه البيضاء بقى يعني إيه مياه البيضاء؟ نبدأ نشرح للناس طبعاً إحنا اتكلمنا وأكيد السادة المشاهدين عارف عن إيه مياه البيضاء بس أحب التكرار برضو إنه هو في ناس برضو لسه لازال عندها الاعتقاد إن المياه البيضاء هي سائل لونه أبيض بتكون جوه العين وبيحجب الرؤية وعشان كده المريض ما بيشوفش كويس لا هي المياه البيضاء هو عتامة في عدسة العين البلورية لأسباب كتير أشارها التقدم في السن فهنا وقت الانيميشن اللي موجود دلوقتي إن العدسة المفروض تكون شفافة عشان تجمع الأشعة وتكون صورة على الشباكة لما بتعتم المنظر ده بتاخد ألوان مختلفة بتحجب الرؤية بحيث إن الأشعة لما بتيجي تعدي من العدسة ما بتتشتت ما بتتجمعش في صورة واحدة على مركز الإفسار وبالتالي الصورة ما بتبقاش واضحة بدلا ما يبقى الواحد شايف صورة بالمنظر ده بتبتد الصورة تغبش وتعتم وتطفي وألوانها تتغير المريض بيحس بتدهور في النظر بس مش تدهور حاد عشان برضو فيه ناس بتتخضط يعني بتعتقدم وممكن تصحى من النوم مرة تلاقي عندها مياه بيضاء يبقى فيه تدهور بطيء في النظر والحل الوحيد حتى هذه اللحظة لا فيه أطارات ولا فيه علاج ولا فيه مراهم للمياه البيضاء غير هو عملية مياه البيضاء وهي عملية تحديدا تفتيت عدسة العين المعتمة اللي هي فقدت الوظيفة بتاعتها واستبدالها بعدسة تانية صناعية مزروعة جواء العين ده فكرة العملية المياه البيضاء باقتصار شديد وبالتالي برضو عايحب أأكد لسأداء المشاهدين ما فيش عملية مياه البيضاء بدون زراع عدسة على جان فيه ناس تقولنا يسحب المياه البيضاء وما لهاش لازم العدسة يا دكتور علشان احنا بنسمع ان العدسة دي مؤزي طبعا بيخلط الامر ما بين عدسة لسقة زي ما حيك قلت فيه مقدمة البرنامج والعدسة اللي بنزرعها جواء العين فهنا فيه فرق شاسع ما بين الابنين فلازم مياه البيضاء معناها زراع عدسة لسقة عدسة لسقة دي عدسة بتحط فوق القرنية بالزبط ركي التشغيل سهل جدا وما فيش اي مشكلة خالص وبنقول لما يكون فيه مياه البيضاء بنقول المريض والله انت عندك مياه البيضاء المياه البيضاء لها درجات برضو بالمناسبة ممكن تتقسم من واحد الى ستة مش كل الدرجات لازم يلزمها عملية برضو احب اوضح للسادة المشاهدين ان في بعض الناس بينزعج جدا يقول ان عندي مياه البيضاء انا هعمل عملية وامتى ممكن تعمل مياه وعندك مياه البيضاء وتعيش بها شوية يعني ممكن ما تبقاش مؤسرة على حدة البصار بس القاعدة العامة بنقول لها ده لكل المرضى لما يجي لك مياه البيضاء كلما بيكون بدري في عمل لعملية المياه البيضاء كلما النتيجة بتكون احسن واضمن ما تأخرش الا لو ظروفك مش مناسبة يعني انت مسافر لظروف قاهرة او عندك ظروف مثلا اثرية ابنك في الامتحانات او مستني حد يجي لك من السفر بعد شهر او شهرين ما فيش مشكلة طالما ان درجة المياه البيضاء متقدمة جدا من المياه البيضاء بقلهم لازم تعملوا العملية بسرعة ازاي نعالج المياه البيضاء ايه برضو انا المياه البيضاء انه ع各ش علاج بمعنى عالاج طبي هي علاج جراحي وفي طريقتين شائعتين لعمل المياه البيضاء كنا زي ا창 GPU دلوقتي بطلنا نتكلم مع الجراحة خالص ان خلاص ما بيناش نعمل جراحة بينا نعمل موجات فوق صوتها او الطريقة الحديثة اللي احنا بنتكلم عاليها أو تكلمنا عليها في المؤتمر اللي هي الفامتوليزر في الجراحات المائية البيضية الفارق بالضبط كده هو أنت في الموجات فوق صوتية أنا بفتت العدسة لجوة العين بالموجات فوق صوتية الموجات فوق صوتية دي سلاحزوا حدين ممكن تؤثر بصورة سلبية على أنزجة العين الداخلية خاصة أنزجة القرانية أو الخلايا المبطنة للقرانية القرانية جزء الخارجية من العين المهم عشان ما نخشش في تفاصيل كتير ممكن تؤثر بالسلب عليها هنا الفامتوليزر هنا هو بقى دلوقتي فيه برنامج ده بروجرامينج أنا بفصل كاني بعمل باترون بفصل أنا أعايز الفامتوليزر يشتغل إزاي على كل عين أنا هشتغل عليها ممكن لقين المين حاجة ولقين الشمال حاجة تاني وكل عين ليه برنامج خاص بي هو بنقدر هنا هو أنا بحدد الخطة الليزر أو خطة العملية هتشتغل إزاي عايزة صلح استجماتيزم أقدر صلح استجماتيزم عايزة فتت العدسة بطريقة المعاينة قدر فتتها طبعا هنا مش هتكلم على دقة الليزر هنا دقة الليزر غير مهما كان مهارة الجراح مهما كان الجراح ده مهر في عمل هذه الخطوات مش هيبقى زي دقة الليزر وبعد كده هوات المريض بيقعد تحت الجهاز الليزر هنا هوات بيعمل نقدر نقول حوالي 60 أو 70% من خطوات العملية المية البيضة بدون ما العين تفتح من أساسه لأن شعاع الليزر بيقدر يعدي من الأنسجة الشفافة فعندنا القرانية دي نسيق شفاف اللي هو الشباك اللي احنا بتشوف منه فشعاع الليزر إن هو بيعدي من خلال القرانية هنا هو ده احنا بس بنسبت الجهاز على عين العين ما فيش أي قلم خالص العين بيعمل العملية هو صاحي بالمناسبة ممكن ياخد قطرة بس مخدرة تخدر سطح العين لكن العين بيبقى صاحي بيتنفس بيتكلم لو في حاجة مضايقة بنطلب منه بس الهدوء والتركيز في ضوء قدامه بحيث إن هو السبات العين هنا مهم جدا ودي خطوات المية البدر زي ما تشافين دي خطوات حقيقية الموضوع بياخد حوالي عملية لايف حقية بياخده دقتين تلاتة والشاشة اللي جنبينا هنا هوات بتبالينا مصاري العملية ونقدر نعدل كمان في خطوات العملية ونقدر نعدل كمان لو أنا عايزة أغير خطة العملية نفسيها اكتشفت مثلا على سبيل المثال إن عنده استجماتيزم أكتر من لنا مدوقعة وممكن أصلح والمية البدرة شايفة أكتر ممكن أفتتها بطرق بطرق مختلفة بوجه الجهاز في مصاري الليزر بطرق مختلفة أو شايف إن الجهاز خلاص أدى يعني شاف أبعاد العين من الداخل بصورة مرضية بالنسبة للجراح بنبتدي بعد كده أن الليزر يشتغل ويصلح يفتت المياه البيض كده كل ده والعين مش مفتوحة أنا بأكد العين مش مفتوحة وهنا مصدر الأمان فيها عملية الفيمتوليزر يعني إحنا هنا هوات العين ما تفتحتش من أساسه خالص كل ده ده حلم كان بالنسبة لأنت تعمل تفتت العدسة اللي جوه العين وتعمل مكان لزرع العدسة اللي جوه العين تحضر العين لاستقبال العدسة هتتزرع بعد كده عشان المريض يشوف بيها لو عندك أستيكبال تزمك كمان تقدر تصلحه وأنا ملمستش عين العين والليزر هو شغال وعين العين ما تفتحتش وفي نفس الوقت الدقة المتناهية بتاعت الفيمتوليزر حين هنا بنتكلم بدقة بحدود المايكرونز اللي هو بالواحد على الألف من الملي فهنا هو ده حرك شوف مصاري العملية هي حوالي سبعين ثانية اللي زر هيشتغل يكون خلصنا العملية كلها الموضوع ده من أول والآخر بياخد حوالي ثلاثة أربع دقايق يعني ده الجزء بتاع الفيمتوليزر بس لا غنى في هذه الحالة برضو عن الموجات فوق الصوتية لازم هنستخدم الموجات فوق الصوتية بس بصورة أقل بكثير من الطريقة التقليدية العادية هي حتى هذه اللحظة هي الشائعة بنعملها في معظم الحالات هنا هوت زي ما قلت انت جبت حالك مثلا عربية بتقدر تسوق لوحدها انت بتقوله انا عايز اروح من المنطقة نقطة ألف لنقطة بيه وعدي في السكة على السوبر ماركت عشان عايز اشتري شوية حاجات وخلاص انت عملت خطة البروجرام بتاعك او خطة الخطة اللي انت هتمشي عليها وبعد كده بتدوس على الزرارة العربية هي تتحرك وتؤدي لانت المطلوب منها بالضبط زي ما تحددت لها تماما بس مثلا في الآخر انت محتاج انت توقف العربية بعد كده اهوات لازم تشوف العربية دي ماشي في طريقها مضبوط ولا لا زي ما نشايفين هنا اهوات المريض بعد ما خلصنا جزء الفيمتوليزر المريض بيبقى صاحي هيقوم دلوقتي هيتحط على سرير تاني علشان نبتدي نجهز للموجات فقسطية او نجهز العدسة لها نزراعها جوا العين الجزء المتبقي من العملية ده لا يعادل اكتر من 20-30% من عملية الماية البيضة نفسية يبقى فيه حوالي 60-70% عمل بالفيمتوليزر من غير ما العين تتفتح واختصرنا الوقت العين هتبقى فيه مفتوحة علشان اشيل التفتيت التفتيت اللي حصل في العدسة بالليزر بسحبه بالموجات فوق الصوتية وبزرع العدسة الجوه العين نسأل طب انت هتزرع العدسة ازاي والعين مفتوحة لا بيبقى فيه فتحة بتتعمل برضو بالليزر حوالي 2 ميلي العدسة بتخش مطوية جوه العين وتفرب بعد كده جوه العين الفترة لما اللي العين فيها تفتحة قليلة ده بيبقى يترجم في صورة امان اكتر في المياه البيض كلما العين اللي هي الفترة اللي هتبقى مفتوحة عشان ازرع العدسة او عشان اشيل المياه البيض هتكون اقل كلما دي فترة امان اكتر السؤال الكلاسيكي دايما بيسألوه الناس هل يمكن ان تعود المياه البيضة مرة اخرى بعد كل ما فعلناه من فيمتوليزر وزراعة عدسة سؤال مهم جدا ودايما بنتسئله كتير قوي والاجابة لا بصورة قاطعة مفيش مياه بيضة بترجع تاني بس في بعض الناس بالنسبة نيضة نقول 20% بيحصل لهم عتامة في المحفظة الخلفية المحفظة الخلفية هي نسيك شفاف اللي هي بنحط عليه العدسة لما بزر عدسة جوه لين بزرعها على حاجة اسمها المحفظة هي عبارة عن زي سطارة شفافة تماما بزرع عليها العدسة لانا حطتها مكان المياه بيضة بزرع عدسة بحطها على محفظة الخلفية بنقول عليها بالبلد كده سطارة شفافة جوه لين ساعات السطارة دي بتعتم عند بعض الناس وما فيش اسباب يعني معينة نقدر نقول هي دي السبب أو نتوقع ان المريض دا الاعتامة دي هتظهر عنده والمريض دا مش هتظهر عنده السطارة دي لما بتعتم بيبقى علاجة بسيط جدا بنعمل جلسة ليزر بنشيل الاعتامة دي بجلسة ليزر مش عملية وبأكد مش عملية المريض بيبقى قاعد على جهاز بيهدومه عادي جدا مش هيعيد العملية التانية ولا يخش قط العملية التانية يمكن بسبب الموضوع دا الناس بيتهيق لها ان المريض دا بترجع تاني فبنقولهم لا ما بترجعش تاني في بعض الناس بنسبة 20% بيجي لهم عتامة في المحفظة الخلفية بيلزمها اجراء بسيط جدا اسمه جلسة ليزر في حدود 10 ثواني بالزبط بيهدومه في العيادة مش في العمليات وبيمشي على طول عايز احط مقارنة بين الاشياء وبعضها يعني واحنا بنقارن بين الفيمتو وبين العملية او بين الفيمتو وبين الالترسامل وحطناهم جنب بعض ونجمل للناس او نفاهم الناس الفروقات بين الاتنين ايه الفروقات بين الاتنين هنا هوت زي ما تكون حضرتك انت بتعمل حاجة يدوي وبتعملها بالليزر يعني هنا هوت مثلا على سبيل مثل او بصنا على الشاشة اتلاقي هنا هوت ده على اليمين ده ده الفيمتو ليزر اللي على الشمال بيقولك تشريح العين الليزر هيشتغل الزي لو احنا بصينا هنا هوت المية البيضة نفسية لو احنا كبرنا حتى نبص على المية البيضة في ناحية الشمال هنا ده الجراحة بقى التقليدية العادية انا بخش بمشرة بفتح فتحتين في العين وسعدي وبتلات فتحات بعمل حاجة بقشر المحفظة الامامية بتاعت العدسة بقشرها بإيديا فبتطلع مشرشرة ما بتطلعش مدورة مظبوطة بتطلع ممكن معوجة شوية صغيرين ده بيخلي العادسة ما بتبقاش موجودة في مكانها مظبوط ساعات بتعمل العادسة تبقى ملوية شوية ظهرين بعد لمزرعها ما بتبقاش مظبوط هنا الليزر بص حقيقة الليزر بيشتغل شوعة هو بيفتح بيعمل الفتحات اللي انا عملتها والفتحة اللي انا بعملها في المحفظة العادسة الامامية بتتعمل بالليزر بالملي لكن انت تشار بشاكوش بأجنة وعمرك ما هتوارد تظبط هيطلع معوجة شوية صغيرين شباك انت حفرته ده معوجة شوية صغيرين مش منتظم هنا الفتحة الليزر بيفتت العرسة والفتحة الليزر بيكون آمن جدا على أنسجة العين الداخلية على عكس الموجودة في وساطية لما بيفتت العادسة نفسيها قبل ما رحنا نسحبها ده بيبقى حنين قوي على أنسجة العين الداخلية فبالتالي انا ضامن هنا هوات في بعض الناس مش هيجي لهم تأثير سلبي وده مهم جدا عند بعض الناس عندهم التعبات مزمنة في العين أو عندهم مشاكل في أنسجة العين الداخلية مهم جدا نحن نعمل لهم الموجات فوق الصوتية بأسف الفمت والإيزر ونتجنب الموجات فوق الصوتية في حالته وبعد الكدوات بنزرع العدسة اللي جوه ليه فطبعا الخطوة دي الخطوة يمكن الوحيدة المانيول أو التقليدية اللي بتتعامل أو الجراحة اللي بيعملها زيادة شوية صغيرين في الفمت والإيزر لكن الموجات فوق الصوتية احنا بنعملها من أولة لأخيرة بتعتمد على مهارة الجراح الفمت والإيزر هي بروجرامينج برمجة لغاية زرع العدسة بعد زرع العدسة انت الجراح بس خلص العملية وخلص خلص طبعا كده يتفوق طبعا الفمت والإيزر ممكن صالح الأستيجماتيز هنا في حاجة عملية زمان اسمها تشريط قرانية كان بيتعامل بالطريقة الأدوية وليها مشاكل كتيرة جدا في احنا في غيران احنا نذكرها بالفمت والإيزر ما لقناش المشاكل دي خالص ندقة اللإيزر هنا بستفيد منها فنقدر نصلح الأستيجماتيز بصورة عالية جدا ونضمن المريض ان هو كمان يستغن عن نظارة المسافات بعد العملية قضية أثرت جدل الحاول عند الأطفال هل نتدخل لعمل عملية لازك للأطفال اللي عندهم حاول ولا لا سؤال عايز تفصيل بس عايز تفهمه منك لأ حاول للأطفال فيه أنواع كتير من الحاول حاول ممكن يكون ناتج عن ضعف في عضلة من العضلة طيب دي لازم يحل الجراحي ما فيش حل الليزر ده حل الجراحي إن أنا العضلة الضعيفة بقوية وخلاص ده لو مشكلة عضلية بالزبط لو مشكلة نتيجة ضعف في الإبصار وده شائع جدا ما بنعملش الليزك لأ خالص لأن هو الطفل الصغير ده نظر متغير أنا لو هعمل الليزك النهاردة على مقاس المقاس ده مش ثابت بعد سنتين تلاتة المقاس ده تغير خالص والطفل هيرجع يلبس نظارة وقد يكون الحاول يرجع تاني ويبقى أكتر من الأول ثانيا عشان نعمل الليزك فيه فحوصات بنعملها علشان نقول هذه العين ينفع لها الليزك ولا لأ الفحوصات دي صعب تعملها في طفل عنده ست سنين أو أربع سنين أو سنتين أو تلات سنين صعب جدا انت تقيس سمك القرنية وتشوف أنا أعتقد أن دي يعني لا يعني ما نفعش خالص ما فيش بنفعش حتى الليزك بنعمله يعني بس الشاب واضح برضو وضقيق في كلامي بنعمل الليزك في الأطفال في حالات وليلة جدا لما يكون في ضعفة في عين واحدة بس مقاس على سبيل المثال السادة المشاهدين فيه عند الأطفال يبقى عنده عين فيها سالب تسعة وعين تانية سالب واحد الفرق هنا ضخم جدا لا يمكن تعويضه بالنظارة وصعب الطفل فاحنا بهذه الحالة بنعمل لزك أو سعب بنعمل زر عدسات ده الحالة الوحيدة اللي ممكن تتدخل جراحيا أو بالليزر في وجود حاول عند طفل عشان في فرق كبير في المقاسات ما بين العين اليمين والعين الشمال لكن طفل عنده عينين لتنين عنده ضعف نظر ويلبس نظارة وعنده حاول أقول له أعملك لزك عشان أضيع الحاول لا ده كلام غير علمي بالمرة وأعتقد أن دي يعني سلبي جدا 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 طفل عزيز قال له أستاذ الدكتور رحمة العصف كان في الدكتور خاني كنت دايما مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر